تحياتي طبعا هذا فيديو عن كريستيان رونالدو بس من ناحية ريال مدريد مش من ناحية يوبينتوس وعن شيء ممكن لازم ينحكي عنه وهو صحفي سلبيات كثير تعويض رونالدو مستهل تأثير النفسي لخروج رونالدو تأثير غياب لعبي حسم رونالدو كله أشياء سلبية فما حديث هم هذا الفيديو اني كأني بتكلم انه فيه إيجابي والله انه تخروج رونالدو كويس لريال مدريد لكن أي شيء في الدنيا الوجهين وجه سلبي ووجه إيجابي ومن الوجه الإيجابي لريال مدريد فيه إيجابية تطغى على الجميع بالنسبة لي لما فريقي يجيب ثلاث دوري أبطال بحس حاله هذا الجيل هذا المجموعة انه احنا ختمنا كرة القدم وحرفيا هم ختموا كرة القدم واعتقد ممكن يستغرق الموضوع ثلاثين واربعين سنة وممكن ما يكونوا عاشين لما ييجي حدا يعمل اللي عملوه وبالتالي هذا شيء بيعمل الإشباع المفرد الإشباع اللي ظهرت نتائجه في الدوري خروج رونالدو بكسر هذا الإشباع لأنك أنت حتى لو بنتشتري بنتشتري لاعب لعبين لأنك ميش حتيش تقول لعبين جميل ده essential أبطال ولا ما بديش ياكم بديش ياكم بديش ياكم بديش ياكم مش هتعمل ما نسا وبالتالي خروج رونالدو كسر هذا الإشباع ليش؟ لأنه انت لو وجبت لاعب واحد من برة هازارد ورنيمار ما حيحرك هذا الرغب يا بالأخير كروس موضرات اللي عملوه عملوه مراموس اللي عملوه عملوه اللاعبين اللي عملوا عملوه. لكن خروج رونالدو بيعمل سميه صدمة. ويعمل زي صدمة الساعقة والكهربائية لللاعبين. اكثر من شراء نجم كبير. ليش? لانه كلهم بصيروا عارفين الناس يطلع عليهم ونشدهم يعملوا بدور رونالدو. ورونه شو كنتوا تقدروا تعملوا بدور رونالدو. هل الثلاث دول ابطار كانوا ممكنين بدور رونالدو او لا ولا اه. هون السؤال بصير الجواب لرياما دريد. هون اللاعبت لرياما دريد بيحسوا نقف الناس علينا. لازم نعطي. لازم نثبت. وبالتالي هيعطوه بهمة هيعطوه برغبة. هذا المتوقع. هذا الطبيعي. انا صراحة ما كنتش اتوقع عليهم ان دريد جيب ثلاث دول ابطار وراء بعض. يعني بالتالي الثالثة كنت استبعدها. والان استبعد الرابعة. ومحكيش انهم حيجيبوا دول ابطال بس بحكي ردة تفعلهم حتكون ممكن يكسروا جو الاشباع الرغبة. لما المدرب يحكي محهم حيكونوا بركزين اكثر. في شي بديوا يحققوه. ممكن دوري. ممكن كأس. فيه رغبة يعملوا شيء. وليس فقط مجرد او الله احنا خدمنا كرة الخدم الموسم الماضي.